كابت نسامة ألف مبروك الكبير كبير آه مفيش شك يعني من قبل اللقاء احنا قلنا كلنا ان المباراة تبقى صعبة جدا لان بيراميد جي من بعيد وعنده أمل بقاله سنتين ثلاثة ان ياخد بطولة وانت لسه كسبانه من أقل من شهر في بطولة الكاس بصدور كمعاش عبرين فرغم دي الوقت بالنسبة له مجاين من راح يجالوا بإفريقيا لكن انا كنت متأكد ان المباراة صعبة ويمكن احنا لما اتكلمنا في الاستوديو في الاول قلنا الماتش الزمالك على قد شعبيته جمهاريته النهاردة مثلا احنا شايفين الملعب كله جماهير النادي الاهل قلنا ممكن الملعب يبقى متقسم لو كان ماتش الزمالك وهو ديربي الاول في الوطن العربي ولكن قلنا في الوقت ده انا بتكلم ناحية الفنية بيراميد هيبقى يداي الاهل أكتر رغم شعبية مباراة الاهل والزمالك واهميتها لو كان الماتش ده اهل وزمالك صحيح لانه زي ما قلتلك هم عندهم لعيبة في مراكز كتير كويس اه عندهم بعض العكز لكن بصفة عامة فرقة كويسة فرقة عندها دافع كبير جدا انها نفسها تاخد بطولة لكن مشكلتهم ان بيجوا جام قدام البطل يعني كل مرة بيلعبوا النادي الاهل نهائي الكاس بيلعبوا النادي الاهل في السوبر نهائي فالأمور صعب انت يعني انت لما تشوف جماهيرنا يعني مقفلها الملعب كله في الامارات منظر يعني يجبرك انك تبزل اقصى 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 حتى لو انت تعبان حتى لو انت بتطلع اخر نقطة عرق عشان تسعد الجماهير دي لانه طبعا مبروك لجماهيرنا كلها اي جمهورنا في مصر جمهورنا في الامارات جمهورنا في اي منطقة في الوطن العربي في اوروبا في اي في امريكا اللي هما اكيد ناس اتفرجت على الفضائيات في برا الامارات وبرى مصر يعني مبروك لكل الناس ولكن تحديدا اكتر الجمهور اللي بيبقى مغترب واحنا لعبنا المشادي كلها وفاهمين القصة دي لما بتروح في دولة زي الامارات او السعودية او القطر او اي مكان بتلعب فيه وجمهورك بيبقى مال الملعب بيبقى مستنب فارغ الصبر ده يوم بالنسبة له ممكن اللي بقاله سنة ما بينزلش اللي بقاله سنتين اللي بقاله ثلاث سنين هو انت جبت له مصر هناك انت جبت له مصر في الملعب